I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you feel that way Because you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long فيراج رجل عصابة وسيم وغني بس لكنه قاسي كتير وهالشخص بيخونه وبيخلص عليه بسهولة لأنه بيكره الخيانة ولكل البنات أول ما بيشوفوه بيقعوا في حبوه من أول نظرة بس هو ما بيهتم فيهم عكس بطلتنا سيا بنت مريحة وبتحب أبوها كتير وأبوها بيكون بيشتغل تحت صرف فيراج لمدة سنوات طويلة وبتقوله طول خمس سنين ما شفتك في البيت معي فبتطلب منه يشرب الدفا ويحتني في حاله لأنه مريد بالقلب وبنعرف أنه سيا طبيبة نفسية وبتودعه لأنها بدها تروح للندن لأنها حلمها أنها تفتح حيادتها الخاصة عشان تعالج الناس فبتتلم عليه وبعدها بتروح لشغلها وهي في الطريق بتكون تتكلم مع حبيبها يلي اسمه سيد يلي يطلب منها تجي لعنده للندن عشان يتزوجوا بس هي بتوعده لما تكمل دراستها وتفتح حيادتها الخاصة فبعدها راح توافق أنها تتزوجوا ولأنه بيحبها بيوافق أنه ينتظرها عشان تحقق حلمها جاء بيكون فيراج بسوء بسرعة كبيرة وبتكون راح تسوي حدد بسببه وبينجرح إيدها أما أبوها بيكون بده أنه يفضح أحمال بطلنا فيراج وأي صفقة سرية بيسويها فلهيك بيتفق مع المحقق أنه راح يعطيه دلد ضد بطلنا عشان تمسك الشرطة فلهيك بيجي للحفلة وبيسمع بخطتهم أنه اليوم راح يهربوا مساري مزورة وبيسمع أبوها بخطتهم وبيخبر بسرعة المحقق بالخطة أما سيا لما ترجع للبيت بتشوف أنه أبوها نسى دواءه يلي بيكون مرة مهم أنه ياخده في الوقت ولما تتصل فيه ما بيرد وبيكون هاتفه مغلق فلهيك بتقرر أنها تروح للقصر لتلمد دواء بس لما بتوصل بيمنعوها الحرات من الدخول لأنها ما عندها الكرت الدعوة وتترجعهم يتركوها تدخل الفيلة فبيلاحظها فيراج ويبتصرخ على حراته وبيسألها مين أنت فبتقول أنها بنت في نود ويجت بس عشان تعطيه الدواء لأنه نساه وبيتظهر أنه مبسوط لأنه شافها فبتقوله أنه أبوها من اليوم اللي صار بيشتغل معه صار ما بيقعد معها في البيت وكمان يوم عيد ميلادها بينساه فبتلاحظه هو متوتري كتير وبتقوله بما أنها طبيبة نفسية فلازم أنه يحل مشاكله بهدوء فبيشكرها على نصيحتها وفجأة بيشوف الجرح البسيط على إيدها وبيسألها عليه فبتقول أنه فيه سائق متهور اليوم كانت بسببه رح تسوي حادث وبيقول لها تتني بحالها لأنه فيه كتير أشخاص سيئين بيعيشوا في هالمدينة معها فبتودعه وبتقول أنها بعد شوية رح تسافر وما بدها أنها تتأخر على ضيارتها وبيتمنى لقلها رحلة سعيدة فبيجي وبيسأله ليش معرفتني على بنتك طول هالسنوات وبيتفاجأ كيف أنها إجت لهون بيكون مرة خايف أنه يؤديها لأنه بيعرف كتير وشه الحقيقي لبطلنا وفجأة بيقوله لو فكر أنه يخونه أو أنه يسوي مشاكل في حياته فرح يترك بنته الوحيدة تدفع الثمن بيتوتر كتير من كلامه وبخاف وبيركب بسرعة بسيارته وبعدها بيروح فبطلنا بيكون دكي وبغير خطته في آخر دقيقة لأنه كان شاف أبوها هو بيتجسس عليهم وبيطلب من مساعده أنه يخلص عليه بس لما بيعرف أنه عم مضيع الدفتر المهم بيعصب كتير وبيتوتر لأنه هداك الدفتر المهم بيكونوا بيكتبوا فيه أي عملية سرية سووها ولو أخذوا حدا ثاني فرح تدمر سمعت بطلنا ويدخل السجن فبيعرف أنه أبوها فينود هو اللي أخدوا منه فلهيك بيقرر أنه يتركوا عايش ويأمر رجاله أنهم يعطلوا بس سيارته وفجأة بيسوي حادث وبما أنه عنده معارف كتير في المطار بيطلب منهم يوقفوا بطلة نسية عشان يفتشوها وتتفاجأ كيف أنها الوحيدة اللي منعوها من الركوب الطائرة بيقول لها هالموظف أنه في حدا بلغ عليها وبتتفاجأ من هالشي والمفاجأة الكبيرة لما بتعرف أنه الشرطة بتدور على أبوها لا يعتقلوه بسبب تهمة قتل نسبها بطلنا لألوه فبتقرر أنها ما تسافر لما ترجع للبيت بتسمع كلام الشرطة أنه لازم يعتقلوها عشان تخبرهم بمكان أبوها بتخاف كتير وبتقرر أنها تلتقي بفيراج ليساعدها فبتجي لقصره وبتهرب من رجاله عشان تلتقي فيه ولما توصل الحديقة بيشتغل المي وبيبالل كل ملابسها بيشوفها فيراج وبيجي ويعطيها إيد وليساعدها فبتقول أنها ما بتعرف أي حدا في هالمدينة وأنه الشخص اللي بتعرفه ما سوى وبتطلب منه يساعد أبوها فبيقول لها لا تقلق ورح يدور على أبوها وبيقول لها أنه أكثر شي بيكره هو الخيانة وبيقول لها هل ما راح تروح للندن فبتقول أنها راحت عليها الطيارة فلهيك بيقترح عليها أنها تضل معه في القصر لحي تتلاقي أبوها وبتشكره كتير فبيتركها تدخل للداخل وبيطلب من عمته أنها تهتم فيها بما أنها ضيفة المهمة فبتوافق عمته وبتعطيها المنشفة للجفف شعرها وبعدها بتجي خطيبة فيراج اللي بيكون اسمها شناية وبتعرفهم على بعض وبيفكرها أنها عشيقة مثلنا بتعتدر منهم ومتروح للدور عليه وتسألوها لعرف أي خبر على أبوها ثم بيرد على سؤالها وبيتشاهلها وبينالي عمته لا تعتني فيها لأنه مشغول الحين فبتأخذها عمته وبتسوي شيء في عصيرها أما هي فبتضل في كل دقيقة بتحاول أنها تتصل بأبوها فبتقول لها لا تقلق وتشرب العصير لا تهدى وفشأة بيغمى عليها فأول ما بتصحى بتلاقي حالها في هالغرفة الكبيرة ولكل أبواب بيكونوا مسكرين عليها وبيكون براقبها من بعيد من دون ما تنتبه وبكرة في الصبح بيقول مع حاله أنه مستحيل لأي حدا يقدر أنه يهرب من عقابه وخصوصا بطلة ناسية فبيجي مساعده لعنده وبيسأله على أبوها وبيقول لحد الآن ما في أي معلومة عليه ويطلب منه ينادي سيا لا تجي لتفتر معه فأول ما تصحى تسأله مين هو ذراج فبيقول لها تسرح تتغير ملابسها وتروح بسرعة لا تفتر أو رح يحص الذراج عليه بسببها فبما أنه ما عنده أي معلومة على أبوها بتقرر أنها تغادر من القصر فلهيك بتضب أغراضها وبتروح لبوابة القصر لكن حراسه يمنعها أنها تغادر القصر فأمه بتقوله أنه أبوها خانهم وكما سرق منهم الدفتر المهم ورغم هيك هو بيعاملها بلوطفه وكأنها ضيفة مرة مهمة وبتطلب منه أنه يخلص عليها بس هو بيقول لها تتموت ولا تدخل في حياته الشخصية وهو الوحيد اللي رح يقرره شو رح يسويه وشو لا فبتسأله ليش بيحبسها في قصره وبتقوله لو ما قدر أنه يساعدها فهي رح تروح للدور على أبوها لحالها فبيمسك بإيدها وبيسحبها مع على غرفته ويفرجها سجل صوت تبع أبوها وهو بيقول لها أنها لازم تضع معا في راش حاليا لحد ما يثبت براءته وبيقول لها أنه قصره المكان الوحيد الآمن بالنسبة لإلها وبتروح لغرفتها وهي مرة حزينة فبدأت اسمع كلام أبوها أكثر من مرة وهنا بتعرف أنه هذا الصوت ما نصوت أبوها الحقيقي أما هو بيقول أنه رح يسجنها في قصره وما رح يتركها تهرب منه لحد ما يلاقي أبوها وياخد منه هذيك الدفتر فبتجي لعنده وبتقول أنه بيقدر أنه يقلل صوت أبوها بالطريقة تفكيره لا وبتسألها لكذب عليها بس عشان يتركها ويسجنها في هذا القصر وبيقول لها إيه بتزرجها أنه يخبرها بالحقيقة ويتركها تغادر القصر بفرجها الفيديو تبع أبوها وهو بيسرق منه هذيك الدفتر فتتفاجأ لما تشوف الفيديو وبتقول أنه أبوها ما بيقدر أنه يخونه فبتقرر أنها تغادر من القصر وبتقوله يطلب من حراس ويفتح البوابة لإلها لأنها ما بتقدر أنها تضلجب أكثر من هيك فأبوها بيكون خطفوها العصابة فبتجي لبيتها وبتلاقيه مسكر فبتسلق الجدال لتدخل للداخل وبتكون بدها تدور على أي دليل ليتبت براءة أبوها وفجأة بيجي هالشخص الغريب وبتخاف منه فبتهرب منه بس هو بيمسكها وبيجي فيراج وبيضل بس بيناظر فيها لما بيشوفها أنها هربت منه بيركب في صيارته وبيتظهره كأنه لسا توجع وعشان يتركها تفكر أنه أجع بس عشان ينقضها وبتكون مرة مرعوبة ويبساعدها لا تركب صيارته فبيقتر منها ليسوي لإلها حزام السلامة وبتخبره بالسلفة وشو صار معها وبيقول لها أنه كان بيعرف أنه في حدا رح يجي لي إيديها فلهيك هو إجا وراها لا ينقضها فبيشري لإلها عصير عشان تهدأ وبتكون مرة حزينة كيف فجأة صرت حياتها كلها مشاكل وكان بدها أنها تسافر بس عشان تكمل دراستها وتحقق حلمها بس الحين حلمها اختفى قدام عيونها فبتترجع أنه يصدق أنه أبوها بريء وفي حدا هوي اللي أشبره أنه يسرقها تاكد دفتر وأنه مستحيل يسوي أي شي سيء فبتشعر بالبرد وبيعطيها جاكيتو فبيخبط فيه بالغلط هالطفل وبتنكسر كاسو وبيحتضل منه الطفل وبيسامحه أما البائع العصير فبيكون أبوه وبيقول له مداعي يدفع ثمن كاسة العصير لأنها انكسرت بسبب ابنه ففيراج بيطلب منه ما يترك ابنه يشتغل معه وبيقول له أنه رح يتكلف بتكاليف دراسته أما سيا فبتضل بس بتناظر فيه فبيقول لها أنه من اليوم مرايح حياتها رح تتغير وخيار الوحيد قدامها أنها تضل جنبه وتسمع أوامره وما تحاول أنها تهرب منه وبيفرح كيف أنها وثقت فيه بسهولة فلما بيدخل للقصر بيطلب من عمته تاخدها لغرفتها بتقول لها أنها بنت مرة بريئة ومختلفة كتير عنهم وبتقول لها مداعي توصلها فهي بتعرف وين هي غرفتها وبتشوف أنه في حدا كتب لإلها رسالة أنه في راج شخص مرة خطير ومش زي ما بتعتقد وكمان هو سبب وراء اختفاء أبوها ولبدها تعرف الحقيقة تجيبك للفندق مع الساعة السبعة الصبح أما خطيبته بتسأله ليش تركسية تضل معهم في هالبيت وبتخاف أنه يحبها بس هو بيقول لها أنه صعب كتير عليه أنه يوقع في حب أي بنت بسهولة فبتخرج من غرفتها وبتشوف موبايل أحد الحراسي اللي بيكون نايم وبتستغل الفرصة وبتقرر أنها تستصل بحبيبها سيد وبتخبره أنه أبوها مفقود وكمان متهم بجري ما ما سواها وبيتفاجأ سيد من كلامها وبتطلب منه يجي لها عندها بسرعة ليساعدها للدور على أبوها فبيقول لها لا تخاف أنه بيحبها كتير وبيقدر يسوي أي شي عشانها فلما تنتهي من المكالمة ترجع موبايله لمكانه وبعدها بتروح فبكرة في الصبح بيجي لغرفتها وبيكون عرف أنها البارح تكلمات مع حبيبها وتطلب منه يخرج من غرفتها بس هو بيقول لها أنه ممنوع تتكلم مع أي أحد من دون إدنه بتقوله أنت كماما عندك الحق تدخل لغرفته من دون إدني فبيعصر منها وبيقترب منها وبيقول لها أنه أمنعي لتو أهم بكتير من خصوصيتها وبيقول لها لو خلفت كلامه مرة ثانية فرح يعاقبها فبتقول أنها ما سوت أي غلط وكان بدها بس تتصل بحبيبها وتخبره بشو صار بس هو بيقول لها أنه حبيبها ما بيعيش معهم في هالقصر وهالشي بيعني أنه غريب وكمام ممنوع أنها تتكلم معهم من دون إدنه بتحاول أنها تخرج من القصر بأي طريقة عشان تروح للفندق وبتقول له أنها لازم تروح للسوق لتشتري ملابس لإلها بس هو بيقول لها أنه مساعده رح يشتري لإلها ملابسها عوضها فبتقول لها مرة ثانية أنها بدها تشري أدويتها وس هو بيقول أن في القصر في صيدلية كل أنواع الأدوية متوفرة فيها فبتشي لتشرب العصير من المطبخ أو تتفاجأ من فخامة المكان وهي بتتكلم مع الموظف بيكون بيراقبها وبيمنعها أنها تروح فبيقول لها أنا ما خبرتك لتتكلم مع أي أحد غريب من دون إدنه وبيذكرها لو خالفت أوامره فهي بتعرف منيح شو رح يسوي لإلها فبتفكر في خطة لا تهرب من القصر فلهيك بتحرق المزرعة عشان تشتت انتباهه فبيكون بدها توصل للفندق في الوقت المناسب أما بيراج بيطلب من حراس ويدوروا عليها ويمسكوها فبيجي لغرفتها وبيبدأ يدور في أغراضها وهنا بيشوف الرسالة اللي مكتوب فيها مكان الفندق ويوصل قبل منها وبيمنعها أنها تدخل وبسوي لإلها إبراع عشان تفقد الوعي فبتنحض بتلاقي حالها في مزرعته أما هو فبيكون بيعتنى بحصانه وبتجرحه بأحد الأدوات التنظيف وبتبلج تعصب عليه وتضربه يسكها من إيلها بقوة بيقول لها أنها صارت أسيرته ومستحيل أنها يتركها تروح لأي مكان وبيكون مرة قريب منها فبيعترف أنه خطفها ورح تضل مسجونة في قصره لحتى يرشع أبوها دفتروي اللي سرقه فبيعترف لإلها أنه الرجل عصابة خطير ولاجم أنها تخاف لدنه فبتجي أخته وتتغيى تصرفاته معها وبيكون مرة بيهتم فيها وكمان بيلعب معها فبتكون بس بتناظر فيهم وبيقول لها ترجع لغرفتها بسرعة وبيقول لها ترجع لغرفتها بسرعة فبيكون اليوم ديكرة الزواج أبوه وبترفض أنها تتجهز للحفلة لكن مساعده بيترجعها تلبس عشان لا يطردوا فيراج من الشغل فبتوافق أخيرا وبتلوث ملابس الحفلة وبتطلع مرة حلوة وبيكون فيراج بس بينادر فيها أما خطيبتو لما بتشوفها بتخاف أنها تاخد منها فيراج فبيطلم منها تروح لتتني بالضيوف وبيقول لها بصراحة طلع حلوة اليوم لكن لما بتلبسي ملابس عادية بتكوني أحلى فبيتذكر كيف كان أبوه بيعامله بلطف وكان بيهتم فيه أكثر من أمه وبناعرف أنه أبوه خلص على حاله لما عرف أنه أمه كانت بتخونه مع كتير رجال وبيضل بس بفكر في الماضي ففجأة بيشوف عمه هو بيحضن أمه وبيسأله ليش دائما بيكون قريب من أمه وشو علاقة لي تربطهم ببعض بس هو بيحاول أنه يتشاهل هالموضوع فبيشبره يضل أو رح يخلص عليه وبيسأله لمرة ثانية كيف مات أبوه لكن عمه مصر أنه ما يتكلم فبيكون رح يقويس على حاله لكن مثلتنا بتجي في الوقت المناسب وتنقضه فبتكون بتفكر بشو صار وبيجي عندها وبينبهها لتدخل في حياته مرة ثانية لأنها ما نهى فرد من عيلته ومجرد أسيرة احتجسها في قصره فبتقوله أنها طبيبة ولو شافت أي شخص محتاج لمساعدة فما رح تتردد أنها تساعده وبتقوله أنه الظاهر مريده لازم أنه يتعالج وبتقوله لازم ينسى الماضي عشان لا يتدمر مستقبله فبيقولها لو اتدخلت في حياته مرة ثانية فرح يخلص عليها فبكرة بيعرف أنه هالخادمة هي اللي أعطت رسالة لبطلة ناسية ولما بيسألها من الشخص اللي أعطاها لإلها ما بتقدر أنها تخبره فبيعصب كتير وبيطلب من المساعد ويخلص عليها فسيا ما بتقدر أنها تتحمل موتها وبيغمى عليها فبيحملها وبياخدها لغرفتها وبتترجاه لا يقترب منها فبيقول لو فكرتي أنك تخونيني فما صيرك رح يكون زي هذيك الخادمة فسيا بتعرف أنه أخت فراج مدمنة وتتعاطى وبتحاول أنها تقنعها تتوقف على هالشي وبتنبهها لو عرف فراج فرح يزعل منها وبتقول لها أنها كمان بتعرف أنها بتواعد مساعده في السر وبتطلر منها تساعدها لتقابل مساعد فراج من دون ما يشوفهم حدا فبتوافق ولما بتشوف فراج بتحاول أنها تلهيه عشان لا يسمع أخته ويتتكلم مع مساعده قد تتكلم معه في مواضيع منها مهمة وفشأة بيسمع أصوات ولما بيحاول أنه يروح لهذاك المكان تسحبه وبيقعوا تنيناتهم في المسبح ولما بيوصل ما بيلاقي أخته وتفرح سيا لأنهم غيروا المكان في الوقت المناسب فبيجي مساعد وطلنا وبيقول لها أنه هو وأخته فيراج رح يهربوا من القصر عشان يكملوا حياتهم مع بعض وبيقول لها لو بدها تهرب معهم تجي في الليلة يلتقوا مع بعض تفرح لأنها إجتها هالفرصة الحلوة وبيقدروا أنهم يهربوا بنجاح لكن فيراج بيعصب كتير لما بيعرف أنه أخته هربت وكمان بيعرف أنها بتحب مساعده وبيقرر أنه يدور عليها ومن خلال ساعة فطلتنا بيعرف وينها بالضبط فبتكون مرة مبسوطة لأنها آخر رح تلتقي بحبيبها بس فيراج بيجي وبيمنعها وبيجبرها تركب بالغصب في سيارته فبيسألها وين هي أخته فبتقوله أنها بتكون سعيدة لما بيكون بعيد عنها فبيقول لها أنه مساعده ما بيحبها قد هع معه بس عشان يستفزوا وبيقول لها لو صار شيء سيء لأخته فرح يدفعها الثمن بيقول أنه ما بيهمها ذاك الدفتري اللي يضع بس أهم أنه يشوف أخته في أمان وبيترجها تخبره وين راحت فبتقوله بالعنوان وبيجي وبيقول على أخته أنها غبية وبسهولة صدقت كلامه والحين صارت زوجته فبيعصب عليه لأنه اقترب منها وبيضربه فبتيجي أخته وبتقوله لو أدى حبيبها فرح تخلص على حالها وبتقوله أنها بدها تعيش حياتها سعيدة بعيدة عليه وبيحاول مساعده أنه يخلص عليها لكن فيراج بيطلق عليه النار وبتتعالي كتير أخته فبيكون مرة تعبان وبيطلب منها تسوع عوضه فأخته بتعصب عليه وبتقول عليه أنه وحش وما بيستحق أي شخص يحبه فبيقول لها أنه مساعده كان بس بيضحك عليها بس هي ما بتصدق كلامه وبتلعنهم تيناتهم وتتمنى أنه ما يلاقوا حب حقيقي في حياتهم وبتضال بس تفكر في شو صار فبيجي لعندها هو مرة معصب منها وبيلومها وبيقول لها أنها هي سبب في حالة أخته ومن اليوم اللي دخلت لها القصر صارت حياته مليانا مشاكل وبيقول لها لا تسسا أنها مجرد أسيرته سجنها في هالقصر ولو دخلت مرة ثانية في حياة عيلته فما رح يتردد أنه يخلص عليها وبيقول لها ما رح يجي أي حدا لينقضها من عقابه فبنعرف أنه أخته مش أخته الحقيقية لأنه لآها في الشارع من لما كانت صغيرة وقرر أنه يربيها فرغم أنها ما نهى أخته الحقيقية بيكون مرة مهتم فيها فلهيك بيكون مجبور أنه ياخدها للمشفى لتتعالج من الإدمان فتسمع سيا كلامه وبتقول له ما ياخدها لهنيك فبيمسك بإيدها وبيسكتها وبيقول لها ما يسألك على رأيك وبيقول لها لو تكلمت مرة ثانية على أخته فرح يتركها تندم فبتقول له أنه أخته لازم تضل معه وهيك رح تتعالج ومش أنك تبعدها عنك فبيعصب كتير وبيكسر المزهرية فبتقول عليه أنه شخص مرة ضعيف وما بيقدر أنه يحل مشاكل حياته فبتحاول أنها تروح بس كلامها بيستفزه وبيمسكها بقوة وبيضل بس بيناظر فيها ولما بيشوف خطيبته بيبتعد عنها فبكرة بيجو الأطيباء لياخدوها للمصحة وبتكون رافضة أنها تروح فبتقول له أنها بتكرهه كتير ومستحيل أنها تنسى كيف خلص على حبيبها وبتقول له أنها كل يوم رح تتمنى أنه يضل وحيد وكئيب في حياته بيكون مرة زعلان عليها وبيضل طول الوقت بيفكر في أخته لدرجة ما بيقدر أنه ينام وإيده بتكون بس بتتجف وما بيقدر أنه يسيطر عليها وفي الليل بتكون سيابة هاتشرب فتسمع الصوت هو بينادي أخته وبيكون بيحلم فبيشيل عنده وبتحاول أنها تعالج إيده اللي بترتجف بحركات طبيع وبساعده أنه يرجع لينام فبكرة بيجي لغرفتها وبيشوفها هي بتلبس بجامتها وبتعصب كيف أنه ما طرق الباب قبل ما يدخل فبيقول لها أنت كمان البارح دخلتي لخرفتي في الليل بدون ما تطرق الباب بتقول له أنها أشت البارح بس عشان تساعده بيقول لها أنه حركات الطبية اللي سوتها إيده صارت ما ترتجف وبتقول له أنها بتقدر أنها تساعده بيقول لها لا تستوضعها وأنها مشرد أسيرة لعنده وبستحيل أنه يطلب مساعدتها فبتجر تعطيه الدواء وبتشوف صورة أبوها هو مسجون وبتفكره أنه هو يلي سجنه وبتعصب عليه فبيمسكها وبيطلب منها تهدأ وبيقول لها أنه في حدا أرسل له هالصورة بس ياما بتصدقه وبتتشاجر معه فبيوقفها وبيقول لها أنه لو كان بده يخلص على أبوها كان سواها شيء من زمان وبيقول لها أنه الشيء المهم بالنسبة لأله هداك الدفطة يلي سرقوا أبوها ورح يأخذه بأي طريقة ممكن حتى لو بتضر أنه يخلص على أبوها فبتعصب منه وبتروح وبتقرر أنها تضب أغراضها وبتقول أنها رايحة تدور على أبوها وبتوعد وأنها راح ترجع لأله الدفطة المهم تبعه بس بشرط ما يأدي أبوها وسطلب منه يوصلها لبيتها فلهيك بيوافق أما خطيبته لما تدور على فيراج ما بتلاقيه وبتغاري كتير لما بتعرف أنه راح مع سيا فبتقول له أنا بعرف أنك بتكرهني وحبسني في قصرك بس عشان تنتقل مني بس رغم هيك ما بقدر أني أكرهك فبيستعجع من كلامها وبيضل بس بنادر فيها درجة بتخبط سيارته بالحجرة وتتعطر سيارته فبينزل يشوف المشكلة وفجأة بتروح لمكان وبيفكر أنها هربت منه ولما بترجع بيسألها وين راحت فبتقول له أنها راحت عشان تشري القهوة لأله عشان يرتاح بس هو بعصم منها وبيرمي الكاس على الأرض وبيقول لها أنا ما خبرتك ممنوع أنك تروحي لأي مكان من دون إدني فبتترجاه بس لمرة يتكلم معها بلطف وتغير متصرفاته اتجاهها وبيقول لها أنها مجرد بنت عادية وأهم شيء بالنسبة لأله هداك الدفتر فبيروح ليطلب المساعدة وبيكون راحت تصدموها السيارة لكن بطلتنا بتنقضه في الوقت المناسب وبتجي خطيبته وبتشوفهم هما بيتأملوا في بعض وبتعصب كتير فبتطلب منها تركب وراء عشان تجلس هيجا بطلنا فبكرة خطيبته بتسوي حفلة وكمان بطلتنا بتجي وبتكون بترقص مع الشباب أما فيراج بيكون بس بيراقبها من بعيد فخطيبته بتطلب منها الخادمة أنه تسوي شيء في حصيل بطلتنا وأول ما تشربه بيبلش راسها يوجعها وتفقد السيطرة على تصرفاتها أما حبيبها سيد بيجير حفله ومتنكر في ملابس السائق عشان يدور عليها فبيجي لها عندها وبتقوله يبتعد عنها وفجأة بتوقع في المسبح وبيقفز وراها بسرعة ليساعدها فبيضلوا كالعادة بنادروا بس ببعض أما خطيبته بتكون رح تموز بالغيرة فبيحملها وبياخدها لغرفتها وبتقوله أنه رغم أنه مظهره بيخوف بس هو لطيف كتير معها وتترجاه أنه يرجع أبوها لإلها فبيجيه اتصال مهم وبيروح وبيجي فجأة حبيبها سيد يلي بيطلب منها تفتح عيونها وبيقولها أنه الحين فرصتهم ليساعدها لا تهرب من القصر لما بيرجع بيراج بيسألوا مين أنت فبيقوله أنه مجرعة خادم ويجهون لعندها بس عشان يطمن عليها وبيقوله يرجع لشغله وبيشوفهم وهم أراب من بعض وبيغاري كتير وبيتذكر ذكرياته السعيدة معها وفي المساء بيسألوا حفلة تنكرية ولما تنزل بطلتنا بتاخد كل تفكيره وبيلبسها القناع وبيشبرها أنها ترقص معه أما خطيبته ما بيهتم بوجودها أصلا وبتدعال كتير فلما بيته من الرقص خطيبته بتقرر أنها تعترف له بحبها قدام الكل وكلامها بيتركسية مرة تنزعج وبتغادر الحفلة وهنا بتلتقي بحبيبها سيدي اللي بتكون خايفة أنه يشوفه أحد الحراس ويقبض عليه فلهيك تطلب منه يقدر القصر بس هو بيقولها أنه أجا بس عشان ياخدها ومستحير يروح من دونها لكنها بترفض أنها تروح من هون لحتى تلاقي أبوها وبيتفاجأ كيف صدقت كلام فيراج اللي خطفها وحاجتها في هالقصر للمدة شهر فبتقوله أنه فيراج وعدها أنه اليوم رح يرجع أبوها لعندها وبعدها بتمشي وفي نفس الوقت خطيبته تطلب منه يتزوجها بس هو بيرفضها قدام الكل وفيراج بيتفق مع خاطف أبوها أنه رح يعطيه مبلغ كبير مقابل أنه يسلموا أبوها ذي نود لكن هو بيخون وعده وبيكون بده يخلص عليه لكن سيا بتدافع عليه وتتأدى حيوضو وبيقلع عليها كتير وبيجيبها بسرعة للمشفى ولما بيسووا لقلها عملية بيقوله الطبيب أنها لازم تضل هون في المشفى بس هو بيخاف عليها وبيقرر أنه يرجع للقصر عشان يرائبها وبيمنع أي حدا يلمسها حتى الممردة بيطلب منها تخرج من غرفتها أما الخطيبت وتسألوا ليش بيهتم في سيا أكثر منها رقم أنها بنت غريبة عنه فبيقولها أنه من اليوم رايح هي مرة مهمة بالنسبة لألو لأنها أنقدت حياته وعرضت حياتها للخطر وبيسألها اللي كانت فعلا بتحبه ففجأة بتناديه الممردة أنه سيتحركت وبيروح بسرعة لعندها وبيسمعه يا بس بتنادي لأبوها فبكرة بتصحى وبيكون بدها تمشط شعرها بس ما بتقدر ولما بيشوفها بيساعدها بيقولها أنه لما كان صغير كان دايما بيمشط شعر أخته لما يأخذها للمدرسة ولما تسألوا على أبوها بيطلب منها ترتاح وبيتجاهل سؤالها أما خطيبته بتقوله أنها رح تنهي علاقتها معه لو ما طرد سيا من القصر فبيقولها أنه علاقتهم عبارة عن حبر على ورق وهو ما بيعتبرها خطيبته لأنه ما بيحب أنه يشوف وشها في هالقصر وبيطردها من قصره بتركها لحالها وبيروح فبتشكر سيا لأنه اهتم فيها بس فجأة بتصفعه وبتكون بتفكر أنه هو اللي خطط مع الخاطف أبوها عشان ينتقم منه فبيحاول يفاهمه أنه هالشي غلط وأنه هو ما عنده أي علاقة مع خاطف أبوها بس من دون فايدة وما بتصدقه ففجأة بيعرف أنه خطيبته بتخونه مع أخوه وبتقوله أنها استغلت أخوه بس عشان تنتقم منه وبيجي ليسأل أخوه هل هالشي صحيح فبيعتدر بنه وبيقوله أنه هي اللي أخواته ودحكت عليه فبعدها بيجي لعند أبوها وبيرجع الخاتم الخطوبة لأولو وبيقولها من اليوم ورايح ما تجمعهم أي علاقة ببعض لما بيسألها ليش عرضت حياتها للخطر عشان تنقضه بتقول أنها ما بتعرف وبتوتر لما بتشوفه قريب منها وبتهرب منه فأمه بيكون عندها إيد في خطف أبسية وبيكون الشخصي اللي يخطفه هو عشيق أمه وبيعرف فيراج بحقيقة أنه عشيقها هو اللي يخلص على أبوها فبيجي لعنده لا ينقض أبسية وبيتشاجروا مع بعض لكن فجأة بيأتيه وبطلنا في الأخي بيخلص عليه فبتنقض أبوها وبتاخده لسيارتها وتطلب منه ينتظرها لكنه بيخطفوه مرة ثانية فبترجع لعند فيراج وبيقول لها تاخده لمكان ثاني لأنه ما بده يجعل القصر وبيكون أب خطيبته هو اللي يخطفه عشان ينتقم به فيراج وبيقوله يخبره بما كان الدفتر المهم فبتقوله أنها رح ترجع للقصر فسوى بيكون مصر على رفضه وبيرجبرها توقف السيارة وبيفقد الوعي فبتروح لتطلب المساعدة ولما بترجع لتشوفه ما بتلاقيه في السيارة وبيكون رايح وسط الغابة فبيقول أنه ما بيتوقع أنه أمه كانت ثبث موت أبوه وبيكون مرة حزين لأنه صار من دون عيلة فبتقوله أنها جنبه ما رح تتركه فبيقول لها كان في إمكانها تغرب منه لأنه خطفها بس هي ظلت جنبه وكمان اعتند فيه بس هي بتقول أنها رح تضل معه للأبد فبيقتربه من البعض وبيصير ياللي صار وحبيبها بيشوفها و هي بتخوضه مع فيراج وبيقول أنه ما صدق أنها قدرت أنها توقع في حب الشخص اللي خطفها وبيقول لها أنه علاقتهم انتهت أما فيراج بيقرر أنه يبتعد عنها لأنه بيعرف أي شخص رح يقترب منه رح يعاني بسببه وعشان يتركها تبتعد عنه بيجيب كتير بنات القصر ولما بتشوفه بتنصدم وبتطلب منه ويشرح لها ليش فاجأة تصرفاته تغير اتجاهها بس هو بيطردها من غرفته وبيقول لها أنه استمتع معها وجه الوقت عشان يطردها من البيت وبيطلب من السائق أنه يرجع على بيتها بس هي ما بتقدر أنها تبتعد عنه لأنها بتحبه وتترجاه أنه يتركها تضل معه وبتحضنه وبكرا لما بتجي لتضمن على جرحه تعترف أنها بتحبه وبيقبل إيدها وبيفرجها الخاتم جدته وبيقول أنه كان بينتظر البنت اللي رح يحبها عشان يعطيها الخاتم وبيحضنوا بعض وبيكونوا مرة مبسوطين أما أمه بتقول أنها ندمانة كتير لأنها ما كانت بتهتم بفيراج من لما كان صغير وسطل منها تضال جنبه لأنها لاحظت لما بيكون فيراج معها بيكون مبسوط وسعيد فبيتصلوا فيها وبيقولوا لها لو بدها تنقذ أبوها تجيب الدفتر أو رح يخلصوا على أبوها وبتقول أنها ما بتعرف وينه لكن أبوها بيكون ترك لإلها العنوان المكان يلي تركوا فيه فبتجي لتدور عليه وبتلاقيه وبعدها بتقرر أنها تاخد الكتاب الحقيقي لعن بطلنا أما الضفتر المزاية بتعطيها الخاطفين وبتقرر أنها تنقذ أبوها وبتقوله أنها بتحب ويراج كتير وبدها تضل معه فلهيك تطلب منه أنه يسافر لمدينة ثانية لأنها اخترت أنها تضل معا ويراج لكن لما بترجع للقصر بتكون بتفكر أنه بده يطلب إيدها للزواج لكن تصدم لما بتعرف أنه بده يرجع لعند خطيبته مرة ثانية وبيقول لها أنه ما كان بيحبها وكان بس بيتحك عليها عشان ترجع له الضفتر والمسكينة تصدم كتير وبيتردها من القصر فبعد مرور عام تفتح سياع يادتها الخاصة وبتقول مع حالها أنها مستحية تنسى كيف كسر ويراج قلبها أما ويراج بيعرف أنه عمه خانه وصرق منه الضفتر وبيقرر أنه يسافر ليدور عليه وهيك بيكون وصلنا لنهاية المسلسل فالمخرج رح يساوي جزء ثاني في السنة الجاية اكتبوا لي في التعليقات شو رأيكم في المسلسل وهل حبيت النهاية أو لا صراحة أنها صدمت من النهاية فالمهم اشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس عشان يوصلكم مسلسل جديد بإذن الله